اليوم حتى الموضوع النفسي والنوم بيأثر بهذه الفترة اليوم احنا بفترة اختبار لأطفالنا ولطلابنا بالتعليم الأساسي هذه الفترة ممكن تكون فيها ضغط على الأهل على الطلاب ويضا اليوم ما بنا ننسى جهود الكادر التدريسي ولكن تختلف الأساليب من أهل لأهل آخرين بالتعامل مع الطفل بهذه الفترة نشوف أهل بيضغطوا كتير بيروحوا لموضوع التهديد ونشوف أهل اليوم عم يحاولوا أنه يهدوا الطفلة يدخل هذه المرحلة بكل الطفلة ويكون مرتاح صحيح هذا الضغط يمكن كتير غلط اليوم أنه الأهل يظلوا متوترين وقلقين على أطفالهم وعلى الاختبارات اللي عم تكون أكيد دائريبة لازم أكيد يكونوا أكثر تفهم بالموضوع ويشجعوا أطفالهم ويدعموهم دعم نفسي ومعنوي كرمال ينجحوا بموادهم أكيد نحن نعرف اليوم طرق الدراسة الصحيحة وهلية تفرق أكيد من طالب للتاني وشوفينا سائح وتفاصيل مع ضفتنا اللي صارت معنا ضمن الستوديو الاختصاصية التربوية روبانا صير صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير أستاذ روبانا أهلا وسهلا بحضرتك بداية ما فينا يعني قد ما كنا كأهل اللوم مضوطين مزعوجين من هاي الفترة في كتير ضغط علينا وخاصة الأمهات اللي عندهم شغل يعني ويلة الحق دوامة ويلة الحق تتدرس وإلى آخر هي بتعرفي اليوم ضغط الأمهات ولكن اليوم جهودكن أكيد نحنا شكرا لإلكون كالشي عم تعملوا خلينا نحكي بداية عن فترة الاختبارات اللي عم بصير كل فترة قدامهم اليوم بترسيخ الذاكرة عند الطفل وات ترسيخ المعلومات التعليمية حبيبتي أول شي بدي أحكي بموضوعية وشفافية أنا بدي أعقب على موضوع اللي هو السبر السبر اللي قبل المذاكرات كتير مهم هذا السبر ليش لأنه نحنا كلما أخذنا درس سواء عندي بالصف مثلا أخذنا درس نحنا اليوم أخذنا رجعنا على البيت درسنا تمام بعد يومين ثلاثة عملنا سبر فيه فنحنا أكدنا المعلومة ثلاث مرات تمام يعني تم تزويد الدماغ فيها ثلاث مرات تمت مراجعة دعا فيدباك فيدباك مرتين هاي الفيدباك شو عملت التغذية الراجعة أسست للمعلومة وخلصت رسخت يعني أنا متى ما سألت فيها أكيد بدي أجيب بقوة وبصراحة وبتكون معززة كتير الفكرة فبتجي أنت وقت بيكون في عندك مذاكرات وما عندك اختبارات قبلية قبل المذاكرات بيكون في ضعف خصوصا إذا كان الطفل مثلا هو عم يمرق أيامه تمريق يعني أنا ما بيصير أخذت الدرس رجعت على البيت حلية الوظيفة سكرت الكتاب أكيد لا المعلومة يجب أن تكرر يجب أن تعاد يجب أن تحفظ يجب أن يتم التسميع بها هلا أكتير أمهات بيقولولي أنا حاططه عند مسير تسمع له خلاص وكذا قديش مهم أنت تكوني على تواصل شو عم يحفظه شو عنده معلومات لحتى الاختبارات تعطي نتائجه بتحصيل العلمي الممتاز ما بيجي بس من أني أنا حططه عند مدرسة أو هو أعرف أنه أنا ابني ذكي مو بالضرورة الذكاء يعني تحصيل علمي عالي مو بالضرورة الذكاء أنه أنا ابني أخذ الدرس بالصف معناته هو يحفظه وخلاص هو فيه روح الاختبار يعني بعض الأمهات بيقولولي يعني أنا شو بعمل معلش أعيدي السبر اللي محطوط له لأبنك أعيدي له يا ولو بالبيت تمام يعني إذا أعطي له الأسئلة نفسها وعبتيتي حتى لو أخطأ مو عيب نحنا الخطأ هو طريق الصواب هاي بالدرجة الأولى الدرجة الثانية يخطأ عندي أحسن ما يخطأ بالصف نحنا مو موضوع الخطأ والصح قدموا موضوعا نعزز له ثقته بنفسه تمام ما بيحب الطفل يكون الدعم رفقاته لا يفقه أو هني جابوا أكتر منه كتير بين أهر يعني هاي بأثر النفسية وهي أهم نقطة النفسية قبل الاختبارات تمام أستاذة هربا خلينا نوضح اليوم في فروقات فردية أكيد بين الأطفال أو الطلاب ولكن شو هي الطريقة اليوم الصحيحة اللي بتساعدهم على الحفظ والتركيز بشكل مناسب بتلاقي فيه ممكن كتير طلاب بخلال فترة قصيرة قادرين يحفظوا كميات كتير اليوم من الدراسة بين ملعك الصحيح خبرينا شو هي الطريقة الصحيحة اليوم قديش مهم الاهتمام سواء بالمدرسة أو والتواصل يعني أنا بهمني كتير التواصل بين الأم والمعلمة يعني بتلاقي أحيانا المعلمة مثلا بتقولها كتير متراجع ابنك حبيبتي ما تقولي كتير متراجع ابنك أنتي إجعل عندك هذا الطالب لا يعني ما رح نحصر نحنا رح نعطي مثال تمام صفتاني ثالث أيام ما يعني إجعل عندك هذا الطالب أنتي بتعملي تقييمات مرحلية تمام يعني نحنا بعد ما نعطي الدروس هاي الأسبور اللي نحنا نعم لا تسمى تقييمات مرحلية لا تسمى تقييمات نهائية تقويم النهائي هو الامتحان تمام حتى المذاكرات تعزى إلى تقويمات مرحلية طبعا أنا قبل التقييم المرحلي اللي هو مذاكرة أثناء السبور هاي أنا بدي شوف شو عندي مستويات أثناء تسميع الدروس شو عندي مستويات وقت تطلي على اللوح ولو إنه كانت عملية جمع بسيطة أو طرح بسيطة أو مو بس بهتم بالطالب اللي أمه مصايتني فيه نحنا كتير ونشوف محسوبيات إنه الامة بتجي كتير بتهتم بالمعلمة كذا لا أنا بدي اهتم بالطالب الأضعف أنا بدي شوف أي الحلقة الأضعف لحتى قوية وبدي شوف أي الحلقة الأقوى لحتى هيك حطلها زينة لا ما بدي أنا بدي شوف أي طفل عندي ما نواصل لمرحلة أقرانه أنا بدي يعزز له أول شي نفسيا يعني كتير بدي أنا طلعه كتير بدي أثني عليه كتير بدي أعزز له إذا هو حل صح ليش لحتى يصير عنده ثقة بنفسه يقدر يعطي أكتر من هيك أكيد التواصل بيني وبين الأم كتير مهم أني أنا دائماً حطة بصورة الوضع صار عندي تقدم بهاي هون نحنا بحاجة مثلاً للحفظ أكثر مثلاً هون بدنا بجدول ضرب مثلاً عندي أنا ثغرة بدي تم فيه تواصل كان فيه مشكلة ببلشت تنحل أنه فيه تعاون بين المعلمة والأمر يعني أنا كتير بأكيد عن موضوع هذه التشاركية جداً مهمة ربا وخاصة يوم عم نحكي بفترة اختبارات اليوم يعني إذا بنا نقول كان الوضع التدريسي بالمدرسة ممتاز كانت حتى لو اليوم أنا حط طفلي بمعهد ومتابعته جداً جيدة ولكن يوم ما من ننسى العام النفسي الموجود بالبيت يعني الأب والأم ومشاكل الأب والأم وهذا الصريخ لقدام الأطفال يعني اليوم الطفل بنعرف أنه ذاكرة وأرشيف إذا بنرجع بذاكرتنا ممكن نرجع لسنوات كتير بعيدة أنه أنا بتذكر بهذا اليوم كيف صرخ مثلاً إمي على أبي أول عكس يعني أدي اليوم المهم احترام هاي الذاكرة عند الطفل بخاصة بهاي الفترة كتير مهم لأنه هني هلأ عم يحفروا بوجدان الطفل وبذاكرته وبنفسيته كل ما هو يعني ممكن أنه ياخده نحنا هلأ مثل ما فضلتي وذكرتي أنه نحنا كتير منحفظ مواقف هي بالذاكرة جوة بالوجدان يعني رحيل شخص كان مهم بحياتنا مثلاً أنا لأ هلأ بتذكر وفاة خالي كنت صف رابع بتذكر الطريق بتذكر الشجر بتذكر كيف رحنا ليش هاته شيء مؤلم دائماً الذاكرة تحتفظ بالأشياء المؤلمة وصار دعم ذاكرتك فكيف أطفالنا اليوم اللي مبلشين أهليون يعني ما يستوعبوا أنه اليوم نحنا عنا طفل بالبيت يعني ما بصير نفرغ هاي الطاقات الدعمة كتير مهمة الوعي لهي القصف يعني رحق لك شغلة أنه نحنا بيظل هاي الظروف الراهنة بتحسي الأشخاص صاروا عاطفيين جداً يعني طاقة الغضب هي عم مستفحلة فينا طاقة الكلام أو الثرثرة بالمواضيع زيادة طب معلي يعني راعوا أنه في أطفال متلقيين يعني هني عم يمتصوا أنتو عم تعطوا هني عم يمتصوا يعني في أحد المرات طفل عم يدندن بشغله فقال له أبو شو هاد أم قال له مو أنت بتعمل هيك فشوفوا قديش درجة الامتصاص يعني أنا مقلد لك تماماً فما بالك بأشياء سيئة دائماً الأشياء سيئة تخزن في الذاكرة البعيدة وتبقى وتبقى وتقلمنا كما لو أنه حدث الآن صحيح فكتير بهمني أنا أنه عن جد ما حطت ذاكرة سيئة لأبني وكتير بهمني بوقت الاختبارات والمذاكرات أني أنا عدا عن المشاكل الأسرية أو الصريخ أو عدم التفاهم أو الرواء خليني أحكي عن موضوع أنه أنا ما خانق ابني آي بكرة عندك مذاكرة روح درس أنت بدك الدرسي حبيبتي أنت بدك تكوني مشرفة على التدريس صحيح أنت بدك تكوني فوق راسه بدك تجيبي له كاسة العصير كاسة الشوكولات ما علي كاسة الحليب أي شيء بس أنه أنت بدك تكوني سند لأله ما فينك أنت تكوني سبب لحتى تنزلي له معنوياته يعني تمام ذكرتين أنت كتير مهمة بينما العكس بتلاقي كتير من الأهالي بتصير تهدد أولادها بتقول لأنه إذا ما جبتي علامات عالية بالفحوصات ممكن يصير فيه حرمان بموضوع كتير هون يمكن عم نحمل هيدا الطالب ضغط كتير كبير فخلينا نوضح اليوم أكيد الأهالي بيتمنوا يشوفوا أولادهم ناشحين ومتفوقين ولكن يمكن العلامة التامة مو دايما بتكون من حليف هيدا الطالب فلازم دايما نراعي هي الفكرة دايما لازم تراعي الأم أنه أنا مثل ما في طالب متفوق فيه طالب جيد وفيه طالب وصد ومو دائما أعمل صخب هلا كلاياتنا منتمنى أنه أولادنا يصيروا يكونوا مميزين وكلاياتنا منحب أنه أولادنا يكونوا جاي بالعلامة التامة وأنا منهم يعني مو شبح العلامة التامة ومو أني خوفوا بالعلامة التامة بس أنا متما بلشت تنازل عن نص علامة علامة نص علامة علامة أنا تنازلت خلص ساومت على التمييز العلامة التامة هي تمييز أنا برأيي أني أنا دخلة للدماغ طفلي أني أنا ما ساوم على هاي العلامة هذه العلامة بدا تكون دائما تعمم شانك أنت لأنك أنت متميز لأني أنا واثقة فيك تمام التحصيل العلمي الممتاز هذا بيجي من قديش الأهل عطيين دفع الثقة لأولادهم يعني أنا بتطلع بأمني بقول له ماما أنت شاطر أنا كتير محظوظة أنه أنت ابني أنا بعرف أنك شاطر لا نقصني نص علامة هديك اليوم وبلش بك حبيبي يا ماما كل ياتنا بينقصنا علامات بس نحنا منتعلم من خطأنا أنه دائما نحنا بنكسر على يعني أي خطأ بنعمله ومروح للأفضل شو هي النقطة الضعف أنا بتدرب عليها أكتر مشان وما بتسرع يعني دائما أنا أعطي ابني نصائح ما بتسرع بحل بهدوء بفكر ثم بأجيب ما في داعي أنا أعطي الأهنسي ورقة الأسئلة أول شيء تلاحظي في سباق بالمذاكرات تقول لي بنتي أنا سلمت أول وحدة إيه يعطيكي العافية أنا أعطيك ما تطلعي للأخير فكل هاي الشغلات تتوحد مع بعضها فكتير مهم الجو معلم علمي أكيد يعطيهم ألف عافية محدة مؤثر الأم قديش وعيه الأب قديش بوقت المذاكرات يكون ريلاكس وما في داعي للمشاحنات شو ما كانت يمرق أي موضوع تمريه أكيد إن شاء الله هكي اليوم هدون لصائح يصلوا لكل حدا اليوم خاصة بهاي الفترة اليوم هكي الوقت داهمنا معك ربا ومعلومات جدا مهمة ومبدي أرجع لكم يعطيكم ألف ألف عافية لكل الجهود اللي عم تشغلوا عليها ضمن الكادر التدريسي تحياتنا من خلالك لكل الكادر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا فيك حبيبتي شكرا إليك أستاذ ربا أكيد يعطيكم ألف عافية على كل جهودكن وأكيد بالتوفيق والنجاح لك لطلابنا أهلا وسهلا فيك